إذا لم يستغل هذا التعاطف الدولي والشعبي السيد الكاظمي هذا آخر فرصة إليه وإن حصل على أربع سنوات مقبلة ستكون آخر فرصة إليه إذن السيد الكاظم الآن يستطيع أن يفعل ما فعل أردوغان في عملية الإنقلابية الفاشلة كان هناك الجنرالات في زمن يعني نحن نعرف في زمن كان عن أفريت بولا تجافيد وكل رؤساء الوزراء أو الرؤساء الجمهورية في تركيا كانوا مسيطرة عليهم المنظومة العسكيرة الجنرالات هم المسيطرين على الرئاسة في تركيا لما جاء أردوغان وكانت عملية الإنقلاب سواء لا هو يعني هو رسمها أو لم يرسمها كانت فرصة إليه بالتخلص من الجنرالات الذين كانوا يسيطرون على الجيش التركي ولذلك هو استفرد بالحكم السيد الكاظمي يستطيع لديه قوات تأتمر بأمرته ويستطيع والآن هناك تعاطف شعبي يعني الآن المفروض يضرب الحديد وهو سخن وهو حار يجب أن تكون هناك فعاليات وعمليات عسكرية مباغتة وعمليات أيضا غير مباغتة وليست سرية تكون واضحة هذه الجهة التي ضربتنا الجهة فلان الفلاني نروح عليها ونلقى القبض عليهم أو يكون قتال هل الناس خايفة من الحرب والأهلية لا تقدر تكون هناك حرب وأهلية هناك مليشيات وهناك حكومة ما جاي عشائر مثلا واحزاف جاي القاتلون مليشيات خارج عن القانون أرادت أن تقتل رئيس الوزراء العراقي أكبر سلطة تنفيذية بالعراق هذه يعني مشكلة يعني أنت من تقتل إنسان عادي أنت تسحق إنسان بالسيارة عادي تروح بالسجن عشر سنين فكيف هذا يعني أراد أن يقتل هذا قتل بالتعمد يعني نعم يعني الله لطفه وما مات السيد الكاظم ولم يقتل ولكن هي يعني هذا نية القتل إذن يجب أن تكون هناك خطوات جريئة من السيد الكاظم ويستغل هذه الفرصة فرصة التعاطف الدولي والمحلي